فضيلة الشيخ والقيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة أما رفع اللاجين فهو سنة في كل الأحوال وليس بواجب وذلك في أربع حالات الأولى عند تكبيرة الإحرام وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه خمسون صحابيا منهم العشرة المشهول لهم بالجنة والثانية والثالثة عند الركوع وعند الرفع منه وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه 22 صحابيا ففي البخاري مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمله ربنا ولك الحمد قال البخاري ولا يفعل ذلك أي رفع اليدين حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود وقال مسلم مثل ذلك أي لا يرفع يديه حين يرفع رأسه من السجود ولا بين السجتين وقال البيهقي فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى وأما الحالة الرابعة فعند القيام من التشهد الأول إلى الرقعة الثالثة كما رواه البخاري وغيره فالخلاصة أن رفع اليدين عند التكبير سنة وليس فرضا وذلك في الحالات المذكورة والله أعلم